أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم أنه بعد التنسيق والاتفاق مع سمو رئيس مجلس الوزراء ومجموعة كبيرة من النواب سيقوم بتوجيه دعوة لعقد جلسة خاصة لمناقشة تداعيات انتشار فيروس كورونا والإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة هذا المرض وأضاف الغانم في تصريح صحفي أنه وفقا للمادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة وبعد التنسيق مع رئيس الحكومة ومجموعة من النواب سيتم توجيه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة يوم الأحد المقبل عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا وأوضح الغانم أنه سيتم خلال الجلسة إطلاع النواب والشعب الكويتي على كافة الإجراءات التي تم اتخاذها وجهوزية الحكومة واستعداداتها لمواجهة هذا المرض والحد من انتشاره بكل شفافية ووضوح حيث سيقدم وزير الصحة وفريقه المختص عرضا تفصيليا يتعلق بالإجراءات الطبية والوقائية المتخذة وأكد الغانم أهمية انعقاد هذه الجلسة في هذا الوقت حتى يتم استضاح كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بهذا الشأن والرد على كل الإشاعات والمعلومات المغلوطة التي قد تثير الهلع والخوف لدى المواطنين والمقيمين وأشدد الغانم على ضرورة تدافر الجهود وتكاتف الجميع كلا في موقعه من أجل الحفاظ على سلامة كل من يقيم على هذه الأرض سائلا الله أن يحفظ الكويت وأهلها من كل شر وسوء